إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رغبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا ليصلح لكم أعمالكم ويضفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز بوزًا عظيمًا أما بعد عباد الله فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى واعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مزيون وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عباد الله إن مما تساهل فيه كثير من الناس في الآونات الأخيرة كثرة الديون فصار كثير من الناس يأخذ الدين بحاجة وبغير حاجة بحلال أو بحرام وكل ذلك يا عباد الله فيه نظرٌ في الشرع وعلى هذا يا عباد الله نذكر مسائل متعلقة بالدين على سبيل المثال لا على سبيل الحصر فإن مسائل الدين كثيرة جدا فأولاً يا عباد الله الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد منه لما فيه يا عباد الله لما فيه من وسيلة إلى الوقوع في الظنوب والمعاصي والكذب وإخلاف الوعد فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال رجل يا رسول الله إنك تكثر أن تستعيد من المغرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرب أي إذا استدان حدث فكذب ووعد فأخلف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من غلبة الدين في كل صباح ومساء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجمن والبخل وغلبة الدين وغلق قهر الرجال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستدين عند الحاجة والضاررة فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرغون عند يهودي في شعير أخذه منه وهذا يدل على جواز الدين عند الحاجة والضرورة أما إذا لم تكن هناك حاجة ولا ضرورة فإن الذي يستدين داخل في التشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن استدانا حتى يموت فقد جاء في حديث الذي أخرجه النسائي بسند حسن عن محمد بن جحشر رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ووضع يده على راحة ووضع راحته على جبهته على جبهته ثم قال سبحان الله ما نزل من التشديد قال ففازعنا وقمنا فلما لقينا النبي صلى الله عليه وسلم من الغد سألته عن التشديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا لو أن رجلا قاتل في سبيل الله ثم قتل ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل ثم كان عليه دين لم يقضى عليه لم يدخل الجنة حتى يقضى عنه وهذا كله يدل يا عباد الله على عظم هذا الأمر الذي تساهل فيه اليوم كثير من الناس فصاروا يأخذون من الديون من الأفراد ومن المؤسسات يأخذون بالحلال وبالحرام يأخذون بالحاجة والضرورة وفي الكمال وغير ذلك ومن المسائل يا عباد الله المتعلقة بالدين أن الدائن محسن ومتصدق كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمدين عليه أن يبادر بالسداد متى تيسر له ذلك فكل مال يزيد على نفقته الضرورية والحاجية فإن الدائن أولى في المال وهذا غلط يقع فيه اليوم كثير من الناس فتجد الرجل عليه الديون الكثيرة ومع ذلك تجده يتوسع في مركبه وملبسه ومسكنه بل وفي سفره وفي كل شهون حياته وهذا لا شك يا عباد الله أنه لا يجوز إلا إذا كان الدائن قد سمح له بذلك والدين في الأصل يا عباد الله إشغال للدمة والمسلم عليه أن يبادر بأن ينهي هذا الإشغال الذي يكون في دمته حتى يلقى الله ولا دين عليه ومن المسائل يا عباد الله المتعلقة بالدين أن الدائن كما ذكرنا محسن ومتصدق فلا يجوز له أن يسترق أن يأخذ زيادة فإن آخذ زيادة صار ربا وخرج عن الإحسان والإرفاق والتصدق والمدين يا عباد الله إذا ما طل في السداد فقد وقع في الظلم وقد قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ومطله يا عباد الله هو عدم سداده مع قدرته عليه وقد سمّاه النبي صلى الله عليه وسلم ظلما وهذا بلا شك أنه صريح بأنه لا يجوز بل عد بعض أهل علم أن مماطلة الغني داخلة في الكبائل أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم بكل دم فاستغفروا إنه هو الغبور الرحيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين الحمد لله حمدًا كثيرًا ضيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فمن المسائل المتعلقة بالدين ما يتعلق بالزكاة فالمدين إذا أخذ المال من الدائن فإن هذا المال صار ملكًا له فإذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب فإنه يزكيه وكذلك الدائن الذي أعطى المال فإن هذا المال يزكيه لأنه مالٌ في ذمَّته ويزكي الدائن هذا المال إذا كان هذا الرجل المدين موسراً فإنه يزكيه في كل سنة وأما إذا كان معسراً أو مماطلاً فإنه لا يزكي هذا المال إلا مرةً واحدة إذا قبره من المدين ومن المسائل يا عباد الله المتعلقة بالدين وهي من أهمها أن كثيراً من الناس يلجوون إلى الأدعية المبتدعة التي تُنشر في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل من أجل قضاء الدين فيقال هذا دعاء قضاء الدين وينشر بين الناس ويردده الناس وهذا كله من الأمور المبتدعة وفي السنة المأثورة ما يكفي عن هذه الأدعية المبتدعة فقد جاءت حديث عن الرسل صلى الله عليه وسلم في أدعية قضاء الدين ونذكر شيئاً منها ما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن رجلاً مكاتباً جاء إليه يشتكي المكاتبة وقد ثقلت عليه والمكاتبة هو أن يدفع العبد لسيده مالاً حتى يُعتقه فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه ألا أعلمك كلماتٍ علَّمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن تقول اللهم اغني بحلالك عن حرامك واكفني بفضلك عما سواك فلو كان عليك مثل جبل صير ديناً لأدَّاه الله عنك ومن الأدعية الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو به في كل صباحٍ ومساء اللهم إني أعوذُك من الهمِّ والحزن والعزِّ والكسل والجُبن والبُخل وغلبة الدين وقهر الرجال وجاء في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم هذا الدعاء أبا أمامة رضي الله عنه وأرضاه لما رآه مهمومًا ومحزوناً من كثرة الديون عليه فهذا الدعاء من أعظم الأدعية التي كان يواغب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في كل صبحٍ ومساء ومن الأدعية العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في كل يوم إذا أوى إلى فراشه ما أخرجه الإمام المسلم من حديث أبي هغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم ربَّ السماوات السبع وربَّ الأرض وربَّ العرش العظيم فارِقَ الحبِّ والنوى منزِلَ التوراة والإنجيل والفرقان رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ أَنتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِه أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء أَقْدَعِنَّ الدَّيْنِ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقَرِ فهذا دعاءٌ عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا أوى إلى فراشه وللمرء أن يدعو بما شاء من الأدعية ولكن تخصيص بعض الأدعية التي تُنشر في وسائل التواصل والإعلام ووضع فضٍ عليها أنها لكذا وكذا من غير دليلٍ شرعي بدعةٌ في الدين مُحدثة وعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مُحدثاتها وكل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار فعليكم بالجماعة فإن يدى الله مع الجماعة ومن شدَّ شدَّ في النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الشرك والمشركين ودمِّر أعداءك أعداء الدين اللهم واجعل هذا البلد آمناً مُطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في دورنا واصح إمتنا وولاة أمورنا اللهم أيد للحق إمامنا وولي أمرنا اللهم واتزُقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتذلُّه عليه وتذكِّره به يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشد كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيُّك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من شد ما استعاد من نبيُّك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكاها أنت وليُّها ومولاها اللهم وغفر لنا ما قدَّمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا أنت المقدِّم وأنت المغفر وأنت على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصبون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين